اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامراء كتاب أنزلناه إليك لتغرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربكم إلى سراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين بالعذاب شديد الذين يستغبون الهيات الدنيا على الآخرة ويسدون عن سبيل الله ويبغونها وجاء أولئك في ضلال بقيت وما أرسلنا من رسول إلا بنسان قومه ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الهكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون من آل فرعون يسوهونكم سوء الغذاب ويذبحون بناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوه وعاد وثبود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتكم رسلهم بالبينات وردوا أيديهم في أفواههم أينيهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلكم لفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤثركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تسدونا عما كان يعبد آباؤنا يعبد آباؤنا فأطونا بسلطان مبين تريدون أن تسدونا قالت لهم رسولهم إن نهو إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من غباته وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد أدانا سبلنا ولنسبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين صدق الله العظيم